موسيقى 18 سنة من 18 سنة بـ 12 كنون الأول رجعت من بريز وانت عارف انك مهدد لانه حبك لوطنك كان اكبر من التهديد رجعت تتقدي دورك كنيب وكمشارع الصبح كنت هون بهالبيت بيتك وعيت وما كنت عارف انه راح يكون المشوار الاخير من هالبيت بيت الشاعر يلي كنت تحبه كتير لمكتبك بالنهار المجرم كان ناطرك مخبى بالزل لانه هيك بيكون المجرم بفقسة زر قرر المجرم ينهي حياة شخص فقط لانه رأيه مختلف عنه بالنسبة لنا ما انتهى شي لانه منشعر بوجودك معنا ولو غيابك قاتل بس حضورك اقوى من الموت والحب اقوى من الموت جبران قصمك بعده بالسحات وكلماتك وافكارك ومقالاتك وصورك بعد 18 سنة ما تركونا اليوم رح نتذكر ونحتفل بحياتك من هالبيت بيتك رح نحكي قصص حلوة عنك مع اصدقاء العمر ومثل ما علمتنا دايماً مع البسمة والقوة اليوم جبران مش ذكرى غيابك او رحيلك اليوم ذكرى الاحتفال بحياتك وبنجاحاتك اليوم يوم الاحتفال لاشخاص الحياة عندن اقوى من الموت وخاصة حياتك لانه كل سطر من حياتك درس جبران اليوم يوم الاحتفال بحياة كانت مليئة بالتحديات والشرف والثورة والحرية اليوم رح نتذكر حياتك يلي عشتها على طريقتك بشففية وحب ووطنية وقوة اليوم لقاء مع جبران وعن جبران ببيته بيت الشاعر مبيل وانصف اهلا وسهلا فيك شكرا كيفك مصنور ادي لك مجيلة هون زمان بعد ما توفع استاذ غسام مع جيت يعني 2012 خليزمان احنا حكى عن ذكريتك بهالبيت ومع جبران ومع غسام تفضل اهلا وسهلا فيك نبيل بمونسف او استاذ نبيل لانك استاذنا كلنا وصديق العمر وصديق جبران اليوم وقت ارجعت على هالبيت شو تذكرت بتعرفي ميشيل صارنا 18 سنة كل سنة بـ 12 بنحكي عن جبران صح ما بقي شي ما ينحكي عنه يعني بس بتعرفي اليوم هون بالبيت حسيت لأول مرة من 18 سنة بشي مختلف تمام انتي اول مرة بتحكي معي بالموضوع بهون من هالبيت بيته هو بيت غسام طوينة وهذا البيت غير شكل يعني فيه فيه دلالات وفيه فيه مشاعر وذكريات تخلي الواحد مرتبك انا بحياتي ارتبكت الحكي عن جبران كتتأثر كتير ارتبكت لما فيقت على البيت لانه صدي زمين اول ما جيت عليه اثنين هون صري على التعبير يمكن انفاس جبران بعده هون صح حتما البيت الريبي فيه هون بعده نفسه فيه والبيت اللي فل منه يوم 12 ناش يعني اليوم طلع منها البيت اخي شي يعني شايفوه صح قبل ما يغتلوه وهي البيت صح انه شي كتير بيأثر مش مسحة يعني لما فتت ها اول مرة هالقب بتهيب بين مزدوجان يعني انا ما بتهيب بالعادة ما لحظت ما لحظت ما عندي يعني ما كتير برتجي فقدام الزكريات بقيت وكبرت يعني كنا كبرنا 18 سنة بس انا كبرت يعني انا 65 سنة وراح يصيرو 66 بعد شوائد فمش مسحة هوا بيك بس هون لأ غير شي هون 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 كل جبران وكل يعني كل حياته لجبران مش مسحة هادي هون مش كله كله بس انه اساسيه هون بتحس فارق بعد 18 سنة يعني 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 شو كيف تحس انه اتطورت الزكرة حتى يعني سنة عن سنة هيك شو بتشعر هلا بسير بحس انه ما عد احكي هايك ما عد تفكر بجبران متل بالوقت الجرح الجرح طول كتير مش مسحة يعني الجرح جبران كتير طول بدي زيد عليك انتي بنتو يعني بس طلع فيك وطلع بنيلة يعني المنيح بالموضوع انه لبنا تطلع فيك وبنيلة بتحسي هاكي بامان انه جبران حتما لم يذهب لم يندسر ولا يختفي جيزال خور الله يرحمه كانت تقول انه جبران الفرق بينه وبين شو هدا انه كان عارف انه جيه وبدون يقتلوه يعني كان مهدد بطريقة راس كلنا كنا عارفينه ولهيك كان بفرنسا الله يرحمه وروحة بالسماء انا ما اعلى قدامي كنا بالجريدة نهار 14 قدار قبل ما ينزل يقدي القصم ويلقي الكلمة طبعه مرأة كانت بالجريدة ببني مراسطة CNN وقال لي ياها قال لي هي مسجل هشي مصبت يعني قال لي رح يقتلوني انا عارف انه رح يقتلوني عم بيحكي عن السوريين نحنا كنا عم نتظاهر بيروت لحتى ما حدا يكون عنده التباس كنا عم نتظاهر ضد الوصاية السورية على لبنان وجبران كان عم نتظاهر يقتلوني عم بيحكي عن نزام السوريين انا ذاك بأربة عشر قدار ايه كان عارف حاله ولذلك نحنا كنا مرتعبين علي انه يجي على لبنان وانا يعني نهار قبل ما ايجى في جمعة تقريبا قبل جمعة تقريبا توسلت إليه توسلت باللغة الحقيقية عم بترجاي يعني عم بترجاي انه ما يجي يعني عم بترجاي عم بترجاي لانه كان وقتا عامل كزم قبل على التليفزيونات وتعرف كيف بأي سعف يعني فخفت عليه كتير لدرجة انه بليز انه عم بترجاي ما يجي على هون لانه طبعا كان بعدين كان انذار بياغتياله كان رسمي مش مسحك شو اللي بخليك تأكد اليوم انه هو النزام السوري مع حلفاء بالداخل اللي قاموا بها الاختيالات شو انا مرجع خضائي ولا دير الاستخبارات ليه بتقول هيك؟ تحليل يعني من المستفيد انا زاك من الجهة الاكتر شي كانت عب تدفع الثمن ليش ما ندفع الثمن غير من هازه الجهة ومين كان محشور بالزاوية بالسياسي بشكل استراتيجي كبير بالمنطقة عم نحكم على هالشي ما فيك تحسبيني عغير هيك لانه ما ايجا شي يسبت لي انه انا اتهامة تفكير الاتهامة تبعي تفكير الاتهامة تبعي غلط ما حدا لحد هلأ طلع نتيجة تحقيق بأي شخصية من شخصيات 14 قدار تقول للي بيتهموا يلي عم بيتهمون انه ما عاكنش حق لو في جريمة وحدة اثبت فيها انه مش لا نظام السوري متورط ولا اعوانه في الداخل ولا حزب الله اللي متهم بقصية الحريري ولا 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 وسبتولك انه مش هني وراها كنت بتقلب كل تفكيرك من قلب التفكير ولا مرة بعد بأي جريمة فأنا كيف مين بدو اغير دراسة؟ نبيل مين عطل التحقيق؟ فيش ولا تحقيق بجريمة أصلا نحتا نكون موضوعين من ايام اغتيار في بس مرأة بشير الجميل بعد قداش بعد ثلاثين سنة وأصلا ما قلنش بالفضل لأنه لقاتل عالن حاله ليش بس عالن حاله يتباهى بالعملية يفتخر صح؟ يفتخر بها فشو ما كانش عندهم هالفضل الكبير يعني ورغم زيلك منسجله بس قل لي ليرونيم عود لمحمد شطع للؤمان سليم مين كشف جريم إلى اليوم؟ لا حاجة ولا مره ولا مره بلد بلا قضاء يكشف جرائم من هذا النوع لا قيمة له بعدك بتأمن أنه حاجة أنا حيقلك بالقضاء؟ لا متأسف بعد هالزلزال بلا قيمة لكي مرفق بيروت انت كم ما قال كادي بعمل مرفق بيروت أنا كم ما قال كادي بعمل مرفق بيروت كم نشاة طالعة بالنهار بالجرائد التانية الإعلام المظاهرات معطرين أهل الضحايا ونية سنة ونصف صمت القبور صمت القبور قدوا على المحق العدلة حطوه بالبيت وسكروا عليه بتقليلي أنا بلقين بالبلد اذا ما هاودي كله نبشوا واللي بديك تعملي البلد معه إذا ما رح تمشي انت وياه على هاي دي القصة ما رح تمشي تعملي البلد معه مع بعضنا أخشى ما أخشاه كان جبران بيمدي من المدد يحكي متطرف كتير وافهمه أنا وهدى وأنا حاول أقول له أنه لا ما فينا أنا مني مآمن أنه رح نقدر نبني البلد بهالطريقة طلعه معه حق جبران وطلعه معه حق كل العالم اللي اليوم بيقول لي جبران موصد يحكي بالفيدرالية ولا مر ولا مرة أبدا ولا كان يحكي فيها ولا كان يشجع عليها ولا كان يشجع عليها ويتهموه رغم ذلك أنه أنت متطرف متطرف ما تنسي مرة قبل الاغتيال بكم شهر شو عملوا عملوا حملات وخوّنوه وخوّنوه أنه كان عنده حديث ما على الأزاعة الآن صرت عم بقولها علىنا أخشى ما أخشى أنه كل اللي اللي يحكوا بالفيدرالية حيطلع معه حق ونحنا حنسكر تمنى مرح تحولاً كلا أوصلت لمحالة عم تأمن بالفيدرالية أبداً ما عندي ولا حجة أقدر أقف بوجة اللي عم بينادي فيها وأخشى ما أخشى أنه ما رح تضل عند الفيدراليين لا، ستحكي على العالم رح نوصل على العالم يحكوا علناً بالتقسيم وما رح يكون في عنا نحنا اللي نحنا ضد هالشي أي حجة أي مبرر نقول له ما عكينش حق كل شي عم بيصير عم يعطيهم حق عم يعطيهم حق اليوم اللي عم بيناديوا بالفيدرالية معهم حق قدامنا نحنا نحنا نبينين متخلفين ما عم يعطيهم ولا زريعة ولا مبرر ولا يقنع الشاب اللي بتقليله لأ أنت عندك شريك آخر بك تعمل معه البلد بيقلي هيدا الشريك الآخر مش قارينة مش إيش يعني متصلت علي مش فارقة معه حدا غير قوته استقوائه هذا جنوب قدامك ما عم بيصير استشارونا شي قبل قالوا لنا الحرب والسلم إحنا وياكم قالوا للدولة اللبنانية قالوا للجيش اللبناني اللي هو مسؤول عن 1701 قالوا لليونيفير ما قالوا لا حدا بصرف النظر على أي زريعة قد تكون محقق أو غير محقق ما حدا يزايد علينا بغزة وبفلسطين ما حدا دفع قد لبنان سمن لفلسطين ولشعب الفلسطيني بجيبلك هلأ 200 مقالش برانتوين 200 مقالش كنت عم شوف مقابلة له مع ريكاردو كرام كان عم بيحكي عن القضية الفلسطينية وعن حق فلسطين بأنه يكون عندها دولة قد يقول لك هيا حول قضية الفلسطينيين نعم باعد بالقضية الفلسطينية قضية حق وقضية ذي محقة وحق إنه الفلسطينيين كن عندهم وطن وارض ولبل بعتبرها دي شارلي مقدسة بانك بس مش مقدسة على حساب لبنان تعرفت على جبران تويني عام 1992 بمارة دير على فرانسي بالفتوروسكوب بسن الفيلم عند وصول جبران عجقه فيه شباب شباب التليفزيون يكونوا يصوروا معي تليفزيون لبنان وطبعاً كنت بعرف وقته إنه جبران هو رمز لهجير جديد رمز للشباب ووجوده بلدنين بهديك الفترة اللي كان فيها الوجود السوري كان خطر على حياته وكانت مغامرة ومقامرة وتعرفت ولكن جبران طبعاً فهمت إنه عاشق للمغامرات وهو ما بيقبل بالفروض اللي تملع عليه بالعكس جبران عنده شجاعة كانت كتير كبيرة وموذ بدايته عرضت عليه يطل معي على الشاشة وعد خير بس لكن بعرف ضمن أنه جبران ما رح يطل لأنه رح يخاف على حياته رح يخاف علي أنا وعلى برنامجي تانيين سبع نوم الصباح هنتصر فيه واتفقنا على إجراء اللقاء كان اللقاء ناجح جداً أصبح حديث الناس وبذكر كتير منيح إنه تاني نهار بجلسة مجلس الوزراء كان هذا اللقاء هو حديث الوزراء حكيوا عنه قبل بداية الجلسة علقتي بجبران كبرت مع الوقت واتوقضت وحورته من بعده لمدة ساعة ببرنامج مرعي على محطة الام تي فيه ومن ثم للمرة الثالثة هوي وباهيجي رياض الصلح في حلقة خاصة عن مزارة قانا وعن أقيد الغضب طبعاً مع الوقت أيضاً هالعلاقة كبرت وكبرت كان التقى ببيروت وبباريز وقبل اختياله شفته بباريز تعشينا سوا ومن ثم عند عودتي للبنان وعن سماعي بالخبر ما صدقت أخدت التليفون واتصلت برقمه بذكره كتير منيح 0-3-272-4050 مرة 2-3-4 لحتى اتأكدت وقتها إنه جبران معاد موجود وإنه راح رأي الآخر صار مخون خلص لما أنت رأيك الآخر معتها أنت بحطولك نجمة داود كيف تبني بلد معه؟ أي طريقة كيف أنا بدي أعطي بوجه لعب يقول خي أنا ما فيه ابني معه بلد هذا هذا بدي أعطي أعمل فدرالية النوية ما عايش عندك حجة أنا ابن 42-43 سنة بالصحاف من أول مباشرة الحرب لليوم ما عايش عندي أول واحد وقف ضد الفدرالية في لبنان أنا وكنت بمدرسة تؤمن بالفدرالية اللي هي أنا بلش راية الأحرار كان فيه شخص كثير مهم جداً بالأحرار هو اللي تدع فكرة الفدرالية هو محامي موسى برنس وعنده مؤلفات فيها وجيبها البنانية يعني وقتها تبنت مشروعه تخيلي أدا هالقد وحضرتك كنت ضد وما كنت تؤمن فيها وولا كنت تشارع عنوية وما تنقل وكنت بعني ولد كنت بعني ولد أنا أبن البقاع بيركابش براسي هذا اللي كان يساير بالحرب يعني كل منطقة لحالة مع أني ما عاد بالبقاع غير 14 سنة بحيتي بس بعدين كنت صرت هون بس ما راحت من راسي ما بتروح من راسي وكنت وبعدني مقتنع لبل زي مقتنعي البلد بتركيبته فعلاً فيه وحدة مجتمعية إذا إحنا مختلفين وفيه تنوع وفيه تعدد أنا ببيت غسانت واني هو علمني أنه ما فيه شيء اسمه لبنان بلا هذه التعددية بس نبيل كمان فيه شيء أنه اليوم الفيدرالية عم نصورها كأنه شيء غلط اليوم في بلاد كتير متحضرة ما عادت قلت هكك كنت قول هكك ما عادت قولها ما عادت قولها الفيدرالية يعني هي مانا تقسيم هي نوع يعني نوع من أنواع أنواع تتسير أمور دولة وقت تكون عايزتها يعني هي مانا الشيء غلط يعني نحن كمان منصورها كأنه النموذج الفيدرالي وفيه ناس بس إذا تسمح لي حتى بتستعمل اللامركزية الإدارية الموسعة أنه تما تقول فيدرالية بس الفيدرالية مانا الشيء غلط يعني هو اليوم موجود بأغلب دول العالم اللي ناشحة يعني أنا كل بلد بالعالم عمل أنا درست حقوق صح كمان بالعلم الدستوري كل بلد بالعالم عمل فيدرالية يكن قيله خصوصيته يعني اليوم أنت تخيل يا أماركا مش فيدرالية ما بتركب مئة بالمئة ولا بأي شكل أشكال بدا تكون حتما فيدرالية بلد آخر نامسا سويسرا سلطونات رغم كل ذلك هاي تجارب ناشحة بالفيدرالية لما بتقليلي لبنان في يعمل هاك بكون أنا مجرم إذا ما بمشي بالفيدرالية بس لبنان غير وضع غير وضع لأنه بلد لبنان فيه 18 طايفة وصغير كتير لدرجة أنه يستحيل أنك تعمليه تنطونات مثلا إذا بكتعمليه هلا هيدا بده بده ثورة ثقافية اللي يمشي حاله نحنا يستحيل علينا نركب فيدرالية وصار الآن يستحيل علينا نمشي بصيغة وحدوية انسهارية نهائية ما بتركب ولا الصيغة بتمشي علينا ولا الصيغة بتمشي علينا من كل شيء تعلمتوا بالحق وما فيش شيء يطبك يعني بقى عنا لا بد ولا شيء تعال نرجع هلأ شوية على هالبيت اللي نحنا فيه بيت الشاعر اللي متل ما كنا عم نقول ربي فيه جبران وكان يكتب من هون وفل من هون يوم 12 كنون الأول تتذكر أول لقاء مع جبران طويني؟ ايه أول مرة شفته بحياتي كانت كان فيه جريت الجمهورية طالع لأول نسخة أول مرة كانت بتطلع عند صديقنا لياس المر كان مطلع وأنا كنت عم اشتغل عنده كنت اشتغل بالجمهورية لأول مرة واجه جبران يتفرج على المكاتب ما بنسي جاي جبران وامك الله يطول عمره ونايلة كانت ولد تلينة تنينهم بالنص وجاي عب يبرم جبران بالمكاتب هاي أي سنة تقريبا؟ هاي دي سنة الخمسة وثمانين أكي ألف و السعمية و خمسة وثمانين تماما سنة الخمسة وثمانين أول مرة كنت بشوف جبران كنت أنا عم اشتغل كنت عندهم بقسم المحليات شي شهرين ثلاثة مطولة لأنه صار وعدة بعد منها اتفاق السولاسي وانفجر وضع منطق الشرقية وطارت الجمهورية وطارت الجمهورية وتهدد الياس المور ووطة تسكر تجارية الله ظمته وقته أول مرة بشوفه تاني مرة لتقينا بأسرب عبدة بحرب التحرير وبلشت المشوار من هونيك شو بتتذكر هيك من هاللقاء؟ كنا كتير بساط في وقته بوقت حرب التحرير شو تتذكر؟ بساط في أنه هجم علي وبوّسني ما بعرف ليه هو أنا من كفة يعني مني قاعد بعيد هيك وقبل جيرال عون كان جيرال عون وقته رئيس حكومة انتقالية بأسرب عبدة ودعا الصحفيين بقضوا يسروا لعنده بمنطقة الشرقية بين المزرويجين إجا جبران عن النهار لأنه كان هو بالمنطقة الشرقية ما كانوا يقضروا على الحمرة وأنا طلعت عن جريدة الديار أنا كنت بالديار نعم كنت بالديار ولما شافني هجم علي وباسني أنا كتير كنت سعيد إني هكي أخذني هذا وبلاش المشوار من وقته كنا على نفس التفكير وكنا ماشي مع جيرال عون وقته بهذاك الوقت أنه فات حرب تحرير على النظام السوري وبديك أنا و جبران ما نمشي معه يعني أكيب ما نمشي معه خلو بتتذكرنا الفترة فترة التحرير اللي هي فترة مهمة اليوم بتاريخ جبران طواني السياسة حرب التحرير كانت شغلة مهمة نفسيا هلأ بيقضوا على جيرال عون وقته أنه بيختلال الميزين القوة فتح حرب مجنونة ورجع فتح وراها حرب الإلغة وإلى آخرها ايه أوكي يعني بالمنحة السياسة أنه ما فيش ولا جنس التناسب القوة أنه يفتح حرب يعني ما قد تغلى دمار مرعب بمنطقة الشرقية يعني يفتح علينا الرجمات وإلى آخرها بس وقته كان فيه شي يعني العالم يعني فاضت كاسها من النظام السوري من المال ومن الميليشيات من المال وإجار جيرال عونو وعمل هالإيماج دو مارك تبعه هلأ نحنا كنا مشي ورا لأنه نحنا كنا ورا الفكرة كنا ضد النظام السوري ومصايا السورية وبنا نخلص من الحرب وإلى آخرها ورحنا بالانفعال رحنا بالانفعال بالحسابات الواقعية كان جنون جنون لا يوصف قال من جنون السؤال جبران أنه ليه كنت عندك موقف متقلب يعني من بشير جميل لأمين جميل فترة مع سمير جعجع فترة مع ميشيل عون جاوب أنه مش موقف المتقلب أنا موقفي ذاته بس اللي بيكون بفترة معينة عم بيفيد المشروع اللي أنا بأمن فيه بدعمه بالنهار بس يوم اللي ما بيعود ماشي بالمشروع اللي أنا بأمن فيه ما بدل ماشي معه العمينة لأنه ما بلحق زعيم بلحق فكرة شو أحلى مقال بالنسبة لإلك كتبه جبغان طويني والله المقال اللي وجه فيه رسالته لبشار الأسد بأيلون كتاب مفتوحي لبشار الأسد قبل المقال قبل نداء المطار صح قبل قبل كم شهر وجه الكتاب المفتوح وقراني إيه ليلته شو قلتله قلتله رائع مخفت شي التاني اللي قلتله واع وعليه القصم بس هيدا المقال قلتله رائع بوقته تمام يعني بلوقته شفت القصم صراحة يومتها اعتبرت إنه حيبقى للتاريخ يعني اعتبرت إنه حيرجع يتردد بالصحات ونعمل أناشيذ لو إليه سجلت شو قلتله كنتي راح تشوفي إنه قلت له شي من هالقبيل نحنا كنا كان معبّة الطابق كله سوا بتعرفي بتذكر يا دا اليوم بتذكري كيف كانت وبتذكر قصم وكيف كتبه على ورقة وشوي يعني كان كتبه بخطيده حتى ما طبعه إيه ما طبعه على الرصاص بقلم الرصاص يوتي بعدها محفوظة بعدها موجودة في المكتب على قلم الرصاص عيطني للجوة بالكياد نسمع ما فيه يعني قال لي ليك بدي قريك شي بدي زيدة على الكلمة هاي هلأ ما ننسى وقرني فعلا زهلت يعني قلتله ليك جبران هاي حتصير التاريخ بتعف إنه اليوم عم بيرجع الشباب حتى يعملوا أغانة وأنشيد وحتى الإعلامة جو معلوف هلأ كان عامل بباريس حفلة حتى قصم جبران تويني بالحفلة بذكرى أختيال شهيد جبران تويني أول شي بتأسف أقول إنه يلي ناشد فيه وهيضا القسم الشهير بعدنا لليوم عم نحلم إنه يتحقق ببلد مثل لبنان لأنه يمكن السلاح الوحيد بإيد الطبقة السياسية هي طائفية والمسهبية وهي إنه يفرقونا عن بعضنا فبتأمل على أيامنا يوما ما نشوف الوحدة بين اللبنانيين مسلمين ومسيحيين كرميل هيدا البلد هذا البلد العظيم اللي هو بلدنا واللي هو وطننا وحبيت كمان بما إنه الموسيقى هي هويتة من أنا وصغير إنه استعمل هيدا القسم بالموسيقى لحتى يوصل لجيل الشباب جيل الشباب يلي يمكن لغة الموسيقى هي أسرع لغة لأنه نوصلهم قسم جبران تويني لأنه بعتقد الإتكال هو على هيدا الجيل على جيل الشباب يلي هن بالآخر رح يستلموا هيدا البلد إنه ما يبنوا لا خياراتهم ولا قراراتهم ولا علاقتهم مع الآخر على الطائفية وعلى المذهبية يبنوها على الوحدة ويحطوا الوطن والبلد بالدرجة الأولى قبل أي شيء تاني قبل الحزب وقبل الطائفة وقبل المذهب الوطن حتى بيجي قبل العينة بيجي قبل الأهل ما بستغلب هالشي أولاً اتنين من قبل ما تندلع حرب غزة بسوريا بمحلات اللي عم يكون فيها ثورة حطوا سام جبران تويني ووقت الثورة بلبنان ووقت الثورة بلبنان مقلب الفضل نبيل كل ديوف بيتواجهوا هون في طاولة وبيكتبوا كلمة تتبقى هون ببيت الشاعر فتفضل أنت قول استاذب الشغلة الله يخليك يا رب تفضل موسيقى تقريبنا إياه ما طلع معي غير هول في الزكرة 18 الاستشهاد جبران لا أملك إلا كلمة أعاهده فيها على البقاء كما عاهدناه يوم استشهاده إلى أبد الآبدين حلو موسيقى بدأت شكرك أنا بدأت شكرك خصوصي أنك جبتيني على هالبيت كتير مهم هاشي يعني بذكرى جبران بالزيل يعني ما بعتقد في شي أحلى من هيك أحياء لو ذكرى جبران بهالبيت هيدا هيدا حرب اللي خبنيها نحنا اليوم حرب مصير وما زلنا عم نخوضها اليوم بأيام السلب جبران مصير خير مصير خير مصير خير مصير خير مصير خير مصير رافت اليوم عم نتذكر حيات جبران مش ذكرى يختياره عم نتذكر حياته فحكينا كثير مع نبيل واحنا نحكى أكتر معك تفضل أكيد شكرا يا زبيله نبيل شوفك بخير شكرا نبيل مش أقولك أهلا وسهلا فيك يعني أنت بتقولي أهلا وسهلا فيك لأنك جزء من هالبيت كنت عم بقول لنا نبيل قبل أنه حب هيك هالسنة نتذكر حيات جبران متل ما هو كني حب يعني بالبسمة بتضحك بتنرفوز بتنرفوز عصبي يعني عصبي بس دغري بيفور ودغري بينزل نظبوط هيك مع ذكريات حلوة فبدأ بلش معك من الطفولة شوفي هيك شي بتتذكره ولا مرة مخبرو من طفولة جبران تويني تخليني بلش بشغلي يمكن أنت كمان يمكن أنت كمان بتكوني منتبهتي لها وكثير من أصحاب جبران منتبهين لها ما بتقدري تتذكري جبران بدون ما تبتسمي لما تتذكري فيه صح ما فيكي حتى قد ما كنتي قد ما كان الواحد هيكي معني بغياب جبران وبطريقة غيابه وكيف الاغتيال وكل هالقصة ما فيه أول ما واحد يبلش يتذكر جبران إن كان بالشغل إن كان بالعائلة إن كان بالاجتماعي بالأصحاب إن كان مسافر إن كان بلبنان كل شيء إلا ما في شيء تغريب بدون يتذكر شغلي يبتسم عليها لأنه جبران تويني كان أولا كان دينامو من هو صغير أنا عم بحكي من نحن وصغار جبران كان دينامو من هو صغير يعني دايما عنده مبادرات بد يبادر يعمل شيء مثلا بعطيكي مسأل صغير بسيط هوني بهالبيت ما دايما هلا تذكرتها إجيه لعبي على عيد الميلاد علبة شيمي علبة فيه لعبي للكيميا لقصص الكيمائية تركيبات وكذا بتركبي هالفورميل بتركبي هالفورميل قري على الدفتر تركيبي بتنظف الوصخ هو مثل الترسيل وقاعدة بتنظف بتبايد بتبايد بتنظف إذا فيه وصخة بتشيلها قرر انه بدو يعملها بدو يوسخ الاتخد ويستعملها لا ينظف التخد خدك بقا راح اللون حل اللون بعد شوية احترق اللون نازع الدنيا وكذا اجيت اجيت الله يرحمها امه اخذت الهايدا قالت له اوكي اوكي برافو شيلوا غيروا التخد غيروا كل الشراشف وكلشي حرق الشراشف اه وخدوا هاللعبة وبنا نهديه لأحدا تاني وراحت وراحت اللعبة عنده قصاص كان اصلا شحت من كذا مدرسة يعني هو كان يحكي عنا كان بالليساء بعدين اي سي بعدين مولعصال يعني عمل نص مدارس لبنان عمل مدارس لبنان وكان عنده مشكلة كان ما يحب انه لما عنده مشكلة بالمدرسة ما يبلغ غسان تويني او نادية تويني يا يبلغ المرحوم بي محمد علي حمادي جده يعني جده او خاله مروان واحد من اثنين بدي روح يحل المشكلة مع المدرسة ساعة تخنقنا مع المدرسة مش بير سوبرير مدير جبران مشاغب وبتخنق يعني تخنق مع خوري لانه قال له سكوت قال له لا ما بسكوت سكوت ما بسكوت شحته قال له لا ما بطلع من الصف وصارت مشكلة شحته بالاخر فعنده عنده كان هالقصاص عنده كتير يعني جبران اذا بتختصري 48 سنة من حياته ميشا انا برأيي عاش 400 سنة بها 48 سنة حلواش جملا ايه عاش 480 سنة شو احلى الشي بالنسبه لك عاشو لانه عاشا عاشا بكلها بي عاش الحياة بجورحها بتفاصيلها عاشا متل ما بيقولوا بالفرنسوي فيتاس كران في يعني في متل السهم بكل شي عليك انتوا كتير تسافروا مع بعض شو بتتذكر هيك من سافراتكم اول شي متسلة كنا نسافر شغل صح بس كنا نتضحك نتضحك بالطيارة ونتضحك بالقوتال ونتضحك نحن بالتاكسي مرة مرة في فصل وهدا بس على كبر هدا شوي بس كنت حبيت اقلك عد قصة الصحافي وكيف التسميل يعني هلا بنرجع لقصة الصحافي نرجع لانه كتير منيحة هادي كتير ملفتي ولازم واحد يتوقف عنده انه مرة كنا بنيويورك انا وياه وكنا كنا ثلاثة بالسيارة واخدنا تاكسي اخدنا تاكسي عادت انا قدام قاعد هو ورا بعد شوي صار المشوار طويل صرت اقل له هيدا هيدا الشوفر يا جبران هيدا عمل فينا الضرب هيدا نصاب وهيدا محتل هيدا كذا ما يحكي جبران اللي اه والله شو اخي شو هيدا شو هيدا شو هيدا شو هيدا هيدا حرامي هيدا كذا هيدا يمكن بديو يخدنا على محل اللي قدتلنا ازعر مدري شو سبيت الشوفر ما خليتنا بحكي عربة طلع مغربي وصل هيكي بس وصلنا طلع فيه جبران جبران عارفين مين هو لانه ورا على المقعد في الاي دي تبع الشوفر اه شو اغل اسم اه طلع اسم عبدالرزاق مدري شو اه وبحكي شي اه والله والله اه اوكي وعددا كان يروح اكتر مني طلع فيه شوفر قال لي انتوا عيب خسقتهم يا عرب عيب العرب يعملوا ببعضن هيكي اكلت بهدلي واكلت شاشا وديك عبيتحك ورا واضهرة وتركك وشون وقفك تركك تكمل اه والله وما يحكي وهديك وشوفر منرفز ومعصب لانه قل له خي عم بيطول هيدا نصاب بدو ياخد بدو ياخد الاجرة زيادة ودوبل وكذا وهيكي كنا نعمل دروبي ببعضنا مهضومين يعني نتضحك يعني لانه قلت جبران تويني خلق صحافة شو بتقصد بها الجملة شغلي بسيطة اولا من هو وصغير بس غسان تويني كان يحب يصور من زمان كتير يعني كان دايما في كاميرا اثنين تلاتة على طاولة غسان تويني يحب يصور بس مش يصور لا ينزل ويعمل شيء هواية جبران تويني من عمر ال انا بذكر على التسعة اول عشر سنة اول عشر سنة ما عادي تحرك إلا معه كاميرا وكان فيه يومتها كاميرات صغيرة بلشت كله طبعا كان فيلم بتذكر الكاميرا هيدي كانت كاميرا أكفة ماركة راحة الله خلاص كاميرا أكفة بس هل قدي صوري فيها صورة بتصور هدا 24 صورة ويتركها دايما معه نازل على بيروت صار فيه حادث حادث كبير حادث سير على الطريق بمكان ما يمكن صويت سن الفيلو بهذه المحلات وهدا وقف الشوفير وقفه قال له لحظة لحظة فتح الباب صور الحادثة ورجع على السيارة وراح قال له مرقني على النهار عطاهن الصورة وقال لهم هيدي حادثة حصلت كذا كذا الصورة عادت نزلت ويوما ما يعني إذا تفتش بالأرشيف بلتقى الصورة اللي صورها جبران ابن 12 سنة لحادث سير بس حادث سير كبير ونزلت الصورة لهيك بتقول خلاق صحفي أنه كان عنده ياها بالفترة يعني ايه كان عنده الليل اللي بيعرفوا أنه جبران لما كان يعني بسنوات من السبعة وستين لاتنين وسبعين تلاتة وسبعين جبران تويني كان من مؤيدين القضية الفلسطينية كان حاطة باستر فوق راسه ليسر عرفات وللإدس تخيلي وعنده صورة بالكفية الفلسطينية بأحدى المظاهرات واجه ياسر عرفات زاروا هوني اجه ياسر عرفات على هالبيت وتصوره وياه لازم يكون في صورة أنا فيقلة يعني كانت ايامها كان في رومانسية القضية الفلسطينية بعدين الأمور تبدلت بعد من الثلاثة وسبعين لما صار أول استضام جد بين الجيش اللبناني والفلسطينيين ثم بالخمسة وسبعين هو انسأل عن هالموضوع يعني وقتا سأله على ما أظن ريكاردو كرم قال له ان انت كنت يا ساري ومع القضية الفلسطينية قال له وبعدني مع القضية الفلسطينية بفلسطين بس أنا ضد ما قامت في فلسطين بلبنان ومش بس فلسطين أي بلد إسرائيل سوريا ضد أي تدخل وقال لأبو عمار وأنا حاضر لما قال لأبو عمار بعدة مرات رحنا سوى شفنا ياسر عرفت بتونس مثلا وأنا كنت موجود بالاجتماع لما إجا راح شافه عمل معه جلسة وبعتقد عمل معه مقابلي وكان في معنى كمان يعني عم بيختفوا الناس كان في معنى الله يرحمه وليد الأزة صديق صديق جبران كتير استاذ وليد الأزة من أركان النهار اللي كانوا وقال له نفس الكلام ورجع قال له إياها شو قال له علاد؟ قال له أنا قال له قال له يا أبو عمار أنا كبرت على القضية الفلسطينية وبقيت القضية فلسطيني بالرغم من أنه أنا وقفت أنا مع الجيش اللبناني ضد مين ما كان لأنه جبران كان من الناس اللي عملوا مظاهرة مع الجيش اللبناني سنة الأربعة وسبعين دعما للجيش اللبناني ونزل على رأس على رأس المظاهرة نزلت المظاهرة على على رنج فؤاد الشاب يومتها قبل الرنج شوي ويومتها شو بيصير؟ بيمسك ياسر عرفات إيد جبران بيبس له إياها بيقول له يا حبيبي لأنه كان ياسر عرفات لما يحب حداً يمسك له إيد ويبوسا ما عنده يعني كان هدي عالطريقة العربية يعني رغم أنه جبران استف خلال الحرب إلى جانب بشير جميل بنص الحرب أو بمرحلة متقدمة بالحرب جبران من أوائل الشباب اللي كانت تصاودوا تصاوبوا بالحرب ببدايات الحرب بالرصاص الطايش أو برصاص وقتا كان بالجيش كان وقتا بالجيش وقتا بالخدمة الجيش طماماً كان بالخدمة ونصاوب على باب النهار ويومتا قررت نادية تويني أنه خلصنا ما بدنا نقعد نركض وراء ساعة بدو يجيني هون وساعة بدو يطلع هون وصري بدو يعمل هون وقتا بلش بلش في المشاكل خافة قلت لك يلا على بريز وشحنتنا كلنا على بريز كذا مرلت جبران لبريز يعني إن كان هاد الفترة أو فترة التحرير وقتا كمان كنا حيتم اختياله وفل قعد 3 سنين ببريز واخر فترة قبل اختياله رجع من بريز لهم عبيت مري ويوم 12 كنون الأول صار الاختيال يعني أنا جيت معه من بريز أنا كنت معه يعني كنت معه ببريز آخر مشوار ورجعنا بنفس النهار سوا شو بتتذكر من هالمشوار ولا مرة سألتك هالسؤال يعني شو حكيته بعدك تتذكر حكينا أول شي قبل بنهار من النزلي على بيروت اترجوا الكل كنا عادينا عم نتغدى كان يوم سبت نزلوا نهار أحد صح وأنا نزلت نهار أحد الكل بلا استثناء يا جبران بلا النزلي ما في ضرورة خليك يا جبران ليش نازل لكن ما في شك انه الواحد ما لازم يعني كمان نلعب على أعصابه لجبران بتلك الفتحة ربما هادي قراءتي بلشين حكي تحت ببيروت انه هول اللي قاعدين ببريز هول قاعدين بالقطلات شو هالمعارضة القطلات مين بدوا إياهم مين بدوا يقتلهم مين بدوا يستهدفهم وانه تم انتخابهم وفلهم ايه ومعروفين الناس اللي حكيهم نعرفهم واحد واحد وهني بيعرفوا حالهم انه بلشوا يستفزوا شخص سهل استفزازوا بالموضوع لبنان انو شو قاعد قاعد بالقطلات شو انه قاعد بي بي انت بعلك شي قاعدين انتو دلعا لقاعدة فيريز والخروج من لبنان انت تعتبرها استراتيجية لدفشو للمجيء ما بعرف ما بحب اتهم حدا لانه هيدا ما بحق اللي اتهم حدا لكن استفزت جبران هادي كانت من عوامل استفزاز جبران لا ينزل على بيرون لا يقول انا انا مني جبان انا بنزل بوقف بوج الموت لانه قابل بمرة جبران ردوه من الطيارة من الطيارة وبحتد انه في الناس ردته من الطيارة لانه انا كنت معه على الطيارة كمان طالع انا وياه على الطيارة في بيريز صارت الناس تقلو انه اذا مش كرمالك كرمال بيك ما عندو غيرك قالولو نزلولو شنتو دلو يقلولو ما تنزل ما تنزل ركاب ركاب الميدل إيست ناطرين لا يفوتوا انه جبران شو نازل تعمل يا استي جبران ما بيصير اذا مش كرمالك كرمال بيك وهيك يصار نزلولو شنتو من الميدل إيست وعلى ورجع على بيريز لكن ما تغير هيدا هو طبعه هو هو ما بتقدري تعنعيه بشي غير مقترع فيه أبدا هايك اسألك اسئلة سريعة شو أحلى مقال كتبه جبران تويني والله عندو كتير مقالات ما بقدر هيدا بسيك واحد بتقول هيدا بتعتبره ما بفي شك إنه في مقال في مقال من أجرق المقالات هو كل مقالات وجريها أنا بعتقد إنه من أجرق المقالات لأنه صار فيه حكي كتير قد يكون المقال الكبير الأساسي اللي وجهه رسالي لبشار الأسد نبيل بنصف قال ذات الشيء ايه المظبوط معه حق نبيل لأنه هيدا المقال تناقشنا فيه كتير لما كتبه وتناقشنا فيه أكتر من شخص يعني حوالي عشر أشخاص والنقاش ما كان على الفكرة أنا مثلا كان رأيي إنه 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 جبران أولا طول بالك علي ما بيّن كان ست الألفان صح أنا مسألة بسيطة ما كان بيّن بشار بشار كان كان بالبيدياته ببيدياته كانوا الفرنسوية عم يجربوا مع رفيق الحريري يستوعبوا يشوفوا بركي هذا الرجل يعني يمكن يغير شوي بسوريا يعمل إصلاحات يغير وأزوه ما تغير شيء بس ما في شك إنه إنه هيدا المقال كانت أهميته وفيه كتير مقالات كتير 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 عامل مقالات هائلة وخصوصا بالنهار العربي ودولي هدي الناس معودي على النهار الجداد بس المقالات النهار العربي ودولي مقالات عنيفة عنيفة وعالية وبسقوف بسقوف ما بتتخيليها يعني الناس تخاف هو تجرق عليهم لما ما حدا نتجرق صح بفتغة ما كان حدا نيحكي مثل اليوم لما نحنا لما نحنا طب طبشنا على 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 السوري ابتداء من الالفين ناس مثلي مسلا ابتداء من الالفين واربعة طبشنا عليهم وقت المعركة التمديد جبران جبران كان طبش من سنة الالفين على الالفين من المسحة وقبل الالفين ويا ما يجي تهديدات لما نروح مثلا على مؤتمرات ويمكن فادي نحاس رح تستقبليه فادي فادي نحاس بخبرك لما كنا نروح على دافوس ممكن يسترجي يروح على دافوس من لبنان ممنوع تهمة التطبيع والعمالة لإسرائيل وهو عاتجه على مطار بيروت ما تفرق معه نروح سوا إجر على إجر ونكتب منه ونحط دافوس جبران طويني من دافوس علي حمادي من دافوس اللي عاجبه عاجبه ومش عاجبه خليه الأطول واصلا كنو مؤابلاته ما تطلع الهواء يعني كنو يساجل مؤابلات ونسمعوا يقول إن شاء الله تطلع الهواء لأنو كنو وحتى محاضراته كنو يلتغوا يعني يكون عندو محاضرة بجامعة يتصلوا فيه قبل بيوم يقولوا بدك ما تواخذنا صار فيه ضغط صارت معنا عدة مرات على ببعض المحلات لكن مثلا فيه شجاعة يعني صراحة أنا أنا ما عندي هالشجاعة يعني بيقولوا عني إنو عندي شجاعة إلى حد ما بس هو كسر السقف ثقوف الشجاعة كسرها شو واحد يروح يعمل محاضرة على موضوع السيادي وعلى موضوع الدولي على موضوع استقلال لبنان بنص رشاية بنص رشاية بالبعض يمروا على خمسة عشر حاجب سوري خمسة عشر حاجب سوري لنوصل على رشاية مية وثلاثة بس طبعا الرشاية اللي استقبله جبران وفي صديق لقلنا هو اللي نظم استاذ شوق دلال وقته مين كان يسترجي يعمل هيك قصص طبعا الأهالي الأهالي شجعان انو يستقبلوا جبران تويني يحكي عن الاستقلال لبنان على سيادة لبنان على الاحتلالات على كذا على كذا على العلاقات كيف يجب أن تكون العلاقات مع سوريا شجاعة أهالي المنطقة اللي منحييهون من هوني بس ما في شك انو واحد جاي عاخر الدنيا يعمل بحاطر في صديق لجبران خبرني انو يوم كان نعو بالسيارة على كو شيحة وانو كان في حاجز للسورية وفتح شباك قال له وراءك قال له ما اللي عطيك وراءة انو انت مين تعطيك وراءة وما كان يقبل وقال لي بوقتها صار يقول له اعطي وراءك هلأ بكتعملنا مشكل قال له انا مش شغلتك انت ابدا تشف لي وراءة وسكر شباك ومشي هايدي بتشبه جبران تويني هايدي مش لانو عندو موقف من السوري كسوري من المحتال الموضوع انو البلد هو من الناس ينتمي الى فريق اعتبروا انو وجود السوري هو احتلال منذو كان يسمى وجود بدي اختم معاك بنقطة في نسرين زواهرة ايه منحييها نسرين ايه زميلتنا هتخبر شغلو هلا هنشوفها مع بعض كيف كان جبران بمكاتب النهار يعني بتقول انا اول لقاء مع جبران ادي اكثر فيها و اديك ان يهتم بكل شخص بجريدة النهار اخترت اليوم احكي عن الشهيد جبران تويني بالهواء اطلق لانو نحنا منو تعلمنا الحرية وانو ما نتنفس غير حرية تعلمنا منو نقول كلمة الحق ونمشي وما نخاف ما نخاف ابدا من من اول الحقيقة لو مهما كلفنا هيدا الامر وهيدا الشي مش بس تعلمتوا منو كسحفية بل كانسانة هو قدر يأثر علي كتير وشخصيتي بجزء كبير منو هو سبب فيها لانو علمنا نكون حرين بكل معنى الكلمة وعلى كل الاصعي ده بذكر مرة لما نقلنا من مبنى النهار بالحمراء الى وسط بيروت بيدخل جبران تويني علينا وبسلم على الكلب اليد من عامل النظافة الى اكبر صحافة بقلنا بوقتها عم تبعكم عم بقراكم ضالكم هيك هرين ما تخافوا تقولوا كلمة الحق يعني جبران تويني كتير صعب ينوصف بكلمات هو مش بس صحافة لن يتكرر وؤثر علينا هو انسان فريد شو بتذكر علي حمادة من جبران بمكاتب النهار خليني اقول نتيجة شو شو جبران شو ترك من موجوده بالنهار النهار كوميونيتي بيقولولك متى بتقولك فيه الالومناي طبع الايوبي انا بقول فيه الالومناي طبع جبران تويني فيش اسمه الالومناي طبع جبران تويني لانه انا بشوفه انا بعرفه انا اذا بدي حكي بحكي لا 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 بعد جمعتين ما بخلط لكن ما بحزن وبلشت هالكلام قلك انه جبران اهميت هالعلاقة وهالمعرفة هذا الانسان وما عم بيحكي لانه انا خاله ورفيق وكذا لا انه بس تتذكريه بتبتسمي ملا هيك بالمقدمة كت عم بقول انه هاي بدي حلقة تنحتفل بحياته علي حمادة بدأت تشكرك ميرسي وبنا نستقبل صوافها دي نحاس اكيد هذا رفيق ورفيق دائم اهلا وسهلا فيك يعني ميرسي ميشيل اهلا وسهلا انه جماعتنا اهلا وسهلا أهلا وسهلا استيس فادي تي با بيان؟ حبيبتنا بتقنيلك حبيبنا فادي نحاس اهلا وسهلا فيك اول شي ميرسي كتير واثنين انت قلتيلة جاية عالبيت معين هايك عم بتضحك هاي تفضلي هولي شغل الحج بديع الصفسوف من طريق جديدة معمول مد بأشطة حلو عمل بدي تشكرك هلا تنخلص ناكلهم مع الشباب نعم ادي لك اول شي ما جيت ع هالبيت هالبيت لأي اخر مرة بال2009 انا هالبيت اذا بدي حط تحط ثلاث مشاهد اول مشهد ايام مدرسة نحنا وصغار كان في عندكم كلبين هون دلمسيان وبتذكر كنا نخاف منه لانه بس نفوت اعلى من السيارة هايدي مشاهد فترة معين صح ومشان هيك هالفترة انا بسميه جابي ما بعرف سميه جبران ايه ما هو اصلا كنو يسموه جابي حتى نادية توينية كتبت له شاعر ومسميته بور جابي اوك المشهد التاني اه حفلة تعرصه صح مع سهام وبتذكر ليش هالحفلة بالزيت لانه جدك غسان كان تحت اه شي شي دو نيفو هون هاي صح في تحت في المسرح والبار اللي كان يقعدو في الحرب بس بتذكر اه شابيتر واحد جدك كان تحت واكيد غسان التوينية دايما فيه دومي سير كل حدو من الصغار لالكبار للفرفير قاعدين معو بعد ما قلعيت عمل واش بيتو وقاعد انا حدو مش لانه كنفيدان لانه ساعبت قاعد حدو قال لي انا طالع قالتو الولاوية مسيو خسان ما بيصير كيف قال الليلي حفلة جبران مش حفلة شايف انه هيوز تيلنج دهندر جرب بإليغانس ينسي حتى يترك الساحة لجبران ومسيهام هايدي بتذكروا هالشابيت والشابيتر الثالث اخر مرة جيت لهون بالالفان وتسعة في صديقنا المشترك جميل معوض هاللي رئيس جمهورية الاكوادور كان بدو يشوف جدي كوي يقدم التعازي وسائب جاية على لبنان وجينا لهون كان هيك تذكر حضنا بالمكتب جوا هول التلاتة احنشوف مع بعض هيك كمان هالذكرة كيف جميل معوض كمان يعني وجهة نظر أو الخبرية من وجهة نظر جميل معوض عن هاللكاء بالالفان وتسعة سوف نشوف هالك كمان سوا أنا وانتا جيبران تواني ثلاثة في生يا في حياتي في حالة حوالة قوة محلقة محلقة كانت أولاً كانت أولاً لنذهب كم سيدة اكوالو أتذكره اسمع رائع على الطابق تغرير with maps , brainstorming with Yvonne A'vaki our Ambassador to Washington with Fadi Nahas, our Honorary Consul to Istanbul and Professor Roger Fisher the most famous negotiator in the world options to avoid an imminent war with Peru few weeks later we signed a Peace Treaty that commemorated its 25th anniversary a few days ago. The second time we met in Washington, D.C., he interviewed me for Al-Nahar and his piece reached all the Arab-speaking world. The third time we consider ourselves friends already and the levels of trust, of mutual comfort and understanding was very, very high. Then the tragedy hit our lives and the world was shocked by his cruel, brutal, and coward assassination. Later, I visited Ghazan, his father, in his home in Beirut to express my condolences in person for the loss of a human being who was a champion of the freedom of speech for the world, a citizen valiant to the extreme of heroism for his country and for his friends, a gentleman and a loved man. Ghazan struggled to maintain his composure, but the silent tear that escaped against his will from his right eye conveyed a message that created a tie between us stronger than what any words would have been expressed, could convey. may God keep Gibran in his glory forever. This is something I think, I think, for the first time I've been talking about it, because there is one of the stages in my life in Ecuador, which I don't remember before. No, I don't want to talk about it. Tell us about this cycle, the cycle of Ecuador. First of all, Ecuador is a disruptor, and it's good. I don't want to talk about it, but I don't want to talk about it. From the day of the university, there was a guilt feeling of it that he felt the pain of it. But I have an advantage that he was a friend with the radiator in my back. I never wanted to sit first. Where did you know about it? In university. In a year? In a year? In a year? In a year. In a year? 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 وكان همه الوحيد انه دخيل كونقعة متى الفروا الابيه. بأي مدرسة كنتو؟ مون لاسال كنتو صوا. بس كمان كل يومين تلقتي بدن حدا من العيلة كمان. بوقتة كانوا يسمون الكنكر. بس بعدين مع الوقت فهمنا انه هولي الانكمبري. هولي اسمه الديسرابتور. هاللي قدير حد يشوفاش ورا مش اول صف. فكنا زمله اخر صفه زمله الرادياتور الشوفاش. فمشان هيك انا ما فيني معيط له الا جابي يعني. فطبعه الديسرابتور والباور اف وان. في شخص اسمه جميل معاول بس هو ثرد جنيريشن لبناني. ما بيحكي عربي ما بيحكي فرنساوي بيحكي كاستيانو انجليش. قرر مير هو لكيتو. وقرر يترشح على الرئاسي. وجميل واصل بالت معوض من حدث الجبه. ما في غير واحد بيفهم علي اسمه جابي. قلت له يا جابي هيدا مننا؟ جابي يا جبران تويني. جبران تويني. قلت له هيدا مننا ومرشح. قال لي جايي على اول طيارة. بقوم بيركب يعمل بيروت نيويورك نيويورك كيتو. واصل وجاب بوقتها امال مدلة اللي كانت امال مراسلة النهار بنيويورك. قال لي ما بعرف ما بعرف شو اللي قلت له بعقلاتي كيف. جايي لهون ما عارف عن مين وكيف وشو. بس بعرف شو في حالي بالاكوادور. وهوني تبنى تبنى مساره لجميل. وحبي هو يكون الاطلالة لجميع بشار الأوساط بواسط النهار وواسط هو شو بمسي. جميل بيفوت بالمعركة وبنصدين الكمباني صار معو ستروك. بشي بدحك بصنا. صار معو ستروك ووقف خلص انسحب من المعركة. بس غريب الريكوفري تبع ستروك كانت سريعة. قلت له يا جبران. رجع جميل. فات على الخط. وحب نجرب نقنعه. يعني دي كلنا يعني. هذه العارض على السجادة. وعلى هذا عم نقنع جميل انه. جو اهد. وكمل. كمل. وربح. وأكيد. يعني صرته عم تعمله انتخبات بالاكوادور. ملخص الخبرية يعني. بس ليش. كونه اسمه يعني. معوض. اسمه معوض. ومن حدث الجبه خلص. بس هو ما خاص باللبنان يعني. أبدا. ما بيعفشي. ما بحايته طالع حدث الجبه. ما بيعرف لبنان. خبرنا قصة دافوس. هلو اتوصلت والتقيت بعلي حمادة. قالنا علي خليه خبرك قصة دافوس. علي وجبران وانا كنا نلتقى كل سنة بآخر. بآخر كنون التاني دايما على منتدى دافوس. بس كنا نزبطها بطريقة. ناخد بيوت حد بعضنا بكلوستر. حد دافوس. لانه دافوس. ما بين قاعد فيها. وبيش عاو. 25 تحت السفر. التلج واصل على مغطى البواب ومغطى كل شي. وقابي جبران عم بيجرب سيارة جديدة مبسوط فيها هونيكي. وبدي يؤنعنا. وقلتلو ياخي ما كرجى السيارة. معانو فورويد درايف كل شي. قلتلو حتى. والبيت اللي عنا تتوصلة. دايق. قد طلعتكن هون القوية. بس عرضه شي مترين يعني. عرضه يمكن قد السيارة. بس بما انو. تاس و. 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 قاعد انا وعلي. وقفين برا. وهو عم بيجرب بدي يطلع هال 100 متر. يا جبران يا حبيبي. هتا تحت نطلع ماشي. ومنفضة حبيا. ابدا. الا. مع جليد مع كل شي. زحتت السيارة. وصارت بجنينة بيت الجيران. كيف بدنا نشيلها. الله بيعرف اسموهم. طلع منا. هو منو من ازا. بس عم نشوف سيارتها. بجنينة بيت الجيران. هايدي حادسة من الحواديس. مليون قصة. الباور اف وان مثلا. شو بدك قللي. وقت الخطفو. مريم عربيس. بجولو. مع واحدة وعشرين. مخطوف. ابو سياف خطفو. لا مريم عربيس. لا هو بيعرفها. ولا انا بعرفها. وقاعد انا بسطنبول. مين في بياخده بيعطي معي بهالطريقة. ونص اخوات. جبران. تينا جبران. هاي مريم عربيس مننا. ومخطوفة. وفتشت. لا عنا سفارة هونيك. واقرب سفارة للفلبين باليابان. والسفير لا عنده صلحيات. وما عنده بجتي تلفين. انترناشنال كون. دغري. ركب فون. هايدي بدي يصير فيها. ابتزاز. بدي يصير فيها. دفع. وابض. لازم نعمله فون. بالقليلة 300 الف دولار. في سفر. في روحات. دغري ركب فون. وفيت على اتصال ب. رايبينا مونير احنان. بتكر توفى مونير احنان. وبيل كانوا بالفلبين. وعملنا اتصالاتنا. اتصلنا بالجوفرنور. طبع منطق جولو. يعني عملنا اللي لازم ينعمل. مش نحنا. لا هي. المظبوط فلاتون. للفرنسي. الفرنسيوي اللي اشتغلوا. جاك شيراك. لانه. اكتريتون فرنسيين. بس هايدي تقلك انه. كيف النخوة اللي عندو اياها. في. اخوة. واصلا. وتتعرفنا عبعد. خبرتنك لها القصص. وعدنا من التماني لل. لنتان الصباح. وخبرتنك كتير قصص. حتى ما كنت بعرفها. سبع. سبع. تلميز اكوادورية. عالبيسيكلات. عم بيعملوا باريز لمصر. هالباريز واليونان. هينة. بسوقتها اللي بيصلوا لهون. بين اسرائيل وفلسطين والاردن. بدا منجم يعني. تا يقدر يعمل اسلالون. تقولوا يا هولي. عم بيعملوا بيسيكلات. للفون الى فلور. وتا يحمل كوش دوزان. وتا يحمل كل هيدا. وبوقتها كان. اذا واحد بيحكي. بيضحكوا عليك. مين مش فيها. عملهم تغطية وهيدا. وسهتم فيهم من حدود العريضة. لوقت ما فلوا. نيامن هون. نيامن بدار بهيدا. آه. آقلي. شاربين نيامين. كان. وانبسط في هالسبعولات. هالي مباعرف ليوم اين صاره. وما بينسوا هالاسبح. فادي نحاس شو بتتذكر كادحك ذكره من فترة المدرسة انت وتيبران? مث. لقي لي insight. تريكي بيعمل بيعمل ضروبة بعرف كنت عامل فيه انا ضرب بس المزبوط ما بتذكره بس ردالية بضرب اكيد بتذكره كان الروفو دي لبان باخر صفحه فيه شيء الكوريه دي كار او شي يعني هيدا اللي طلق مرته هيدا التركته صاحبته عم بيبكي وشو بتنصحوني وبتحد بيعمل ركب علي قصه ركب علي قصه انه ما بعرف مين كنت عم بظهر مع واحدة ما بعرف من اي جنسيه وتركتني من وقته انا صرت قاعد وهيدا وفيت بديبريسيون يعني قصه طويل بالمجلة بالمجلة بالروفو دي لبان اخر صفحه نزلت نزلت وتحت بيبلشوا نصايح صاري الواحد بصير بصيروا يعطوك نصايح بس ما كان فيه شي منه مظبوطه ولا شيء ولا شيء ولا شيء ركبها ركبها القصه بس بس هي قدمت عملها جوابا لضرب انا اعمل فيه كده اذا هيك بدي اختم معك هيك توجه هيك كلمة بعد 18 سنة للجبران من بيته اول شيء نعرف ان احنا حجم الجريمة بوقتها بتذكرة تسعة الصباح التليفون عم بحكي شيشو كنت انت بلبنان وقتها لا كنت بتركيا اه كنت بتركيا والتليفون طبعه مع برد وشيشو بتقلي وشيشو بكل هالمنعطفات بكتير بزيار جميل معوض كمان كانت معنا هون بهالدين مع حجم الشيشو يعني شيرين عبدالله مع حجم هالجريمة بس بديك قليل بشي بس تذكر اسمه متضحك وقدر يجمع عالم حده وبعده لليوم بحبوه وانا صرت صاحبه معهم من ورا هلي افكاره السياسية مختلفة بعطي مثل مشال الفتريادس هلي انا عرفني عليه بواسطة جميل معوض لانه خلى مشال يعمل سبشال صونج للبرزيدنتي السينيور بريزيدنتي اسمه لجميل معوض هاللي افكار مشال سياسية مختلفة كليا وبس من وقته انا ومشال في صداقة كبيرة وقوية شكرا لجمبرال هاللي اكبر منه بالعمر كان شوي هيك لقته بايده لاميشال وفي معزة بيناتهم كانت كتير كتير قوية فهدي نحاس بدي اتشكرك لهالزيارة وبدي اتشكرك للحلو هلا بنستقبل كمان عبدو شخطورة اللي صديق العمر يعني انا من وقت ما وعيته هدني وبعرف عبدو انا بعرف اسمه اللي هي قوية هدي فبعرف اينه افهم وهلي اقوى انه ما بيعرف عني بس انا بسمع فيه اهلا وسهلا فيك فادي مرسي ميشال مرسي مرسي ميشال لهالجامعة خلوه هاينا منه اميسيون تيفي هاينا جامعة جامعة هاي جامعة رالي رالي علينا اهلا وسهلا فيك فادي سافر تزير بصا بيانتو اهلا عبدو شخطورة اهلا وسهلا فيك اهلا فيك اه 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 اول شي بدي لك حمد الله عالسلامة اللي انا من وقت اربع قاب وعم تتعذب يعني ماشي الحال بس شوفك برتاح اه عبدو هيك بدي احكي عن جوانب من جبران 20 ما حكيت فيها مع الاشخاص اللي حكيوا قبلك اه بدي احكي اول شي اه بتعف انا ببرنامجة اللي بتتابعه نحكي عن الطفولة حكينا عن الطفولة مع ديوف نحكي عن الحب عن الموت اه هيك ازا بدي اقلك جبران 20 والحب شو بتقول جبران بدو ينحب بدو انو ينحب جبران عيش ببيت المشاكل اللي واعت عالبيت والدراما اللي واعت عالبيت منو صعيب همشتوا لا جبران همشتوا بالبيت عالبيت من هون يمكن خلقت هالنشاط فيه عم بفتش عم بفتش عم بفتش على ناس تاخدوا تعطي معه والحب تحيي تحبوه بس وقت سؤل عن هالموضوع قال اه اكتر شي بحب الحارية هال كمان اللي بيحب كتير الحارية اه ما في يكون اليوم بيؤمن بمؤسسة بلك الزواج او يكون مع شخص واحد يعني الهالقد بيحب الحارية بكل شي ان كان حرية الوطن حرية التعبير هال كمان هالحب للحارية ما بيخليك تكون فكرك حرب هيدا موضوع كدنا بتي فينا علي اتنينيتنا بس بما انو وقتا جوزنا ناس بنحبهم والبرهان انو رجع جوز مرة بحبه دونك نظرية تابعه بغيره عاي الطريق يعني وخصوصا اساس الحب هيدا ما في كتب الكيه يعني با هو هايك exposed وكنا كنا نعيش وقتا هال هالحب تبع الحارية نحن كل تعطينا سوا مبني على الحرية يعني بيجي الحرية بتعطيك وقت مثلا حرية اللي بتعيشها مع مشاكلها هون في لبنان بتاخدك لغير قصص كمان بدك حرية فيها بعس كله كله مضعظف بعضه دونك كان طبيعي انه بكل حياتنا هنفكر انه المتعطشين حرية شو ما يكون معه قصة حرية ما يكون نحن مع الحرية مش انه نحط حرنا ببوطة مسكرة انت كنت بزواجه الاول وبزواجه التاني كنت موجود بالمناسبتين كنت موجود بالمناسبتين الاولي كنت فعال التاني ما كنت فعال بس بشي هانا كنت فعال يعني كنت 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 اللي حصة بالجيزة يعني عملت اشياء تتخلص هالجيزة وتصير نيناتهم بحبوا بعض وواضحة الكاراكتير تبعولون نيناتهم ما بيزبط سوا كنت اعمل بشكل انه يزوت ورولي وقت معين تاني جيزة كنا تحت بتذكرة وياللي بتذكر وبضلني على طول تدير عام بفترة اللي كان جبران بالنهار شو بتتذكر من هالفترة وقتا كنتو عم بت هيك ترطو يعني كانت فترة صاخبة اذا فينا نقول كانت صاخبة جدا وخصوصا تنيناتنا سوا وكنا نتخانة على الشغل عملت هيك اليوم او تالفي مرة تالفي كنا بخانين بس انتخانة ونصبو دي يعني كدو حدي جوا بساعة تاني كنا بخانين تالفان من استراليا كنا باستراليا قال لي معروف في الاستاذ جبران من استراليا قلت له ما بدي يحكي قال لي ولو عم بتالفي من استراليا وهذا صاحبك صاحب عمرك قلت له اللي كيف هدي يقل له أنا أنا موظف تليفون شو بدي يقل له قلت له قلت له إذا بتريد ما بده قل بقل لك إنه ما بده يحكي معك رجع قال له طلع لعنده وخد له الهندي طلع سيد عطابي التليفوني ياخد الهندي تبع الخط من استراليا عطاني يقال لي بده استاذ جبران يحكي معك خدت التليفون قلت له ما بده احكي معك أول فأرة سلحنا بعض البسائي بس كنا نعمل ضروبي مت ما سمعت هذه الساعة بعضنا يوم 12 كنون الأول وين كنا تعبدوه؟ كنتين واتصارت لساوة ومين خبرت؟ تلفنولي تلفنولي من الشديدي وعوني في خط باست أباست كان بيني وبين الشديدي وحاس بسكر التليفونيتي كله بس كنا تلفنولي وصاري مرء التليفون بين بعضون ما حدا بده يقلي يعطو التليفون لو عادت يحكي يعني الزوملة بالعريان صار ويعطو التليفون لبعض عادو يحكي الاخير فات علي حالة من بره مع المفتاح وخبرني وشو أول شغلة فكرت فيها؟ كان قبل بوقت وعطي تصاري تصريت الحييري كانت جاية أطلع بالأسانسور كانت واحدة وخمسة أو شي من النوع طلع الدرب خط تليفون دقيت له ضغري قال لي دقيت له جبران هي أكيد قلت له منيح عاردي كاو دغري وتفكر فيه مش مش دوري اليوم مش دوري اليوم صاري تصيت شو أخلا ذكر عندك يا هم انت وشو بغان تويني؟ كنا روح نعمل طيارة سوا كنا روح نعمل طيارة مره ممنوع اليدريكت تي أصول بدي بتتبعيها وكان يسوق الطيارات كان يسوق الطيارة هو ويرق طلع أكتر مني جراد يعني أول موصلت أول مرة قال لي بتعمل مشوار معي بتأمل لي قلت له إيه أولا آخرة نيناتنا رحين على الموت هيك قلت له قال لي شو يلك بتضبلك متشاين قلت له يا خي طيب بعدك شي ما عم بتعلق بصلك ما بعرف إذا شهر ونص وبدك عمياني عم بجري بخير كان ايه طلعت معه وصرت ناكوزه بظاهره بعمل له هيك بدي انذر كيف زيدي اتذكره بسيه وكان صلو يمكن كني سوق ساسنة أظب نعم كني سوق ساسنة أظب فوق مصممم بعدين أنا كنت وقفت وكرميل وقفت حقالي بس علمني إشي أخفت منها من الأول عملت شوية شي ستة شروق وقفت بالآخر سري سوق ساسنة أفيدا ما كان كان طيب بس ستوق ساسنة فيك تسوق كل الطيارات يعني مع التدريب مصلا عملت ضرب بأحد الأصدقاء غالف بارخوس تعرفوا لغالف ايه ولا اه هو في كبسة بتكبسها صح تتنزل التيارة إذا صار فيه يعني يعني هيدا امرجنسي يعني إيرجنس إذا فيه أي شي طارق يعني فهو كبسة وقال له إنه عم تقلو بالتيارة إنه خلص عم توقع التيارة من ضم يقلو بلا ما يقلو إنه هو كبسة أصداً تتعمل لندينج يعني ونزل من التيارة جيبولو مزاهر وفتكر إنه عم بيموت طيلاً هو كان عم بيمزح معه بالنسبة للطيارة للطيارة صرنا نسوق كل واحد طيارة من هو ضد الإعلام مرة كنا فوق شارتر في هونيكي في فرنسا في فرنسا في كاتدرال مشهورة بالعالم كيف حب كتير آه قال لي عم نحكي على السلكي قال لي منشك على الكلوشي قلت له منشك شوي إذا بدك يعني شو بدك تفوت بكلوشي قال لي منقرف إنه قدنا ضدك طيب قديش يعني بدك أعرف إنه هلأ بأنزل قال لي الحقني شو تسير نزلنا 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 شفت أنا اللي بدي يعمل خوطة خوطة شي أخوط يعني نزيل مرأة حد الكلوشي حد الكلوشي مش فوقه حدو يعني بسي أكوتيدو بس حلو المنظر أنك تقطع حد الكلوشي عجبي؟ أنا تركته قلت له روح ده هدو أنت منزلت؟ منزلت له أوليك بعرفه بيعمل دروبي عطول كدنا نعمل دروبي على طول مت ما قال ليك فوق كدنا نمبسيط كتير بفرنسا سوا كدنا صرنا رجال يعني بطلنا صغار بس كدنا نمبسيط مثل الولاد مثل الولاد ماذا عملنا؟ عملنا مسيسي عبدو شخطورة بدأتشكرك بدأ نستقبل هلأ مالك مروة آه أوه ما قلت لينه جاي يا استاذ الكبير بارك حبيب قلبي مالك كمان زميلك زميل جبران بالمهنة وجارنا هون بدأتشكرك عبدو ما نستقبل سوا مالك أمامك مالك ، مالك أهلا وسهلا بس عرفت أنه جاي عيدت حبيبي بس أشقتلك أهلا وسهلا شكرا أهلا وسهلا عبدو شخطورة اللي هو مدير العام لأوريان وجور وصديق جبران تذكرنا معه هيك محطات كتير وهلأ عم نستقبل مالك مروة اللي هو الجار يعني هون حد بيت الشاعر وزميل بالمهنة وصديق الطفولة واللي هو كمان جزء من هالبيت وكمان في نفس المصار بالشهادة لأنه كامل مروة كمان استشهد وبتذكر ربينا على قصة كامل مروة يعني إن كان رسان أو جبران تواني كانوا يحكوا كتير عن هالقصة ورجع جبران يعني استشهد بدوره أهلا وسهلا فيك مالك مروة أهلا فيك ميشان خلينا مبلش من هالبيت يعني ذكريتك بهالبيت الطفولة أنا بتذكر قبل ما يتعمر البيت أول شي علاقة العائلتين بترجع لجبران الجد اللي هو بيه وقت ليجا وبلش يشتغل ببيروت بالصحافة اشتغل بالنهار بعدين ترك بالحرب ورجع وبدو يعمل كان جريد الحياة صح وما كان معه مصاري ويروح لعن جدك اللي قال له بدك رجع الشغل قال له لا بدي أعمل جريدتي قال له معك مصاري يا ابني قال له لا عم دبر حالي قال له خدت محل قال له لا قال له نزال فيه بيني بنية النهار والتان تحت فاضين خدهم وبلش من هناك وجريد الحياة طلعت من جريد النهار صح 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 بعدين طبعا توضضت توفة جبران الجد بالارجنتين واجه عمو غسان استلم وكانوا صاروا كتير اقراب وبعدين بي اجي عمار هون ببيت مريل بدير القلعا وعمار بيتي كبير وكان كل احد يجي جبران يجي عمو غسان طونت ناديا وجبران كانت نايلة توفت وقت لتوفت واخته لجبران اللي توفت لعمر 8 سنين طبعا هو وقت لتوفت كمان طلع قعد عنا 20 يوم يعني مره نزلت انا وياه كنت انا وخيه كريم وهوي ما بعرف مين معنى وقالوا لنا ما تطلعوا السطح كان في معمر السطح هون وبعده البيت مش خاضيط نطلع عالدرج انا اصغره نطلع عالدرج عه الجهه هون ونوقف على الحفي ما بعرف حدا بيعيت من تحت انا ولد خفت عم ببرم وقعت وقعت على سنوبرة كان زراعة عمو غسان خلاصتك انا اسمها سنوبرة كان نسميها سنوبرة بعدها هلقت جيت بقلبها طبعا عدت مستشفى جمعتين ثلاثة بس انه جبران كان يعني بهديك الفترة نحن نفس العائلة أخ كان هو وكريم مثلا كان متهور 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 قلبه طيب كتير كان كتير كتير بس كان تهوروا هيكي مندفع عكلشي كان احب التكنولوجيا يعني ايشي جديد من طيارات لريموت كنترول لا تلفزيون جديد لا سيارة كل شي تكنولوجيا يا كاميرا يا قادجت يعني قادجت اياما ما كان في قادجت كدير بس نشتري بس نشتري شي قادجت كنا نجمع عليه يعني نلعب ايام فيها مالك انا بتذكرك كتير بعد اختيال جبران مع رسانتويني شو علمك هالفترة رسانتويني خليني قالك انا كيف عرفت نهار جبران انا حكيت مع جبران وبالغلط قبل تلتة ايام من وفيته كنت انا والله ارحمه جزال خوري ونواف اسلام وسحر بعصيري ولياس خوري عم نتعشب محل مهم قررنا ننزل على الداونتان يعني وسط بيروت سبقوني هني بقى انا نزل ما كنت لقي محل صف قلت انا خلاص باليها رفعت تليفوني تارفي عاجي جبران جزال وفوق بعضهم طلبت مردت انا ما فيستكر انو طالبة قلب بعد شوية انا وطالع من حد البيت هون يعني حد شو اسموه بدق بقاللي قالوا مرحبا حكيتني مالك جبران مهم ما حكينا شوي قلتلو وينك ببريز قلتلو وعد حط اجراكم بشرفك وبيك مشغول بالو عليك وكلنا مشغول بالنا عليك وخلصنا بقى من هالقصة قال لي لا 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 خلاص النهار الامبلي انا بيتي كان هون حطكم جاركم يعني البيت بسمع اامبلي بيقولولي حد مطبع بالمكلس وانا عندي مطبع مطبعة الجرائد عندي تبعي بالمطبع بالمكلس تلفن تلفن ما حدا يرض طلعت بالسيارة ونزلت لونيك لقيت الحمد الله ما في شي عم بيسأل بدي كمل نزول ما كانوا يخلوني قال مطبعة تحت المهم انا وطالع بيقولوا في انفجار رايح في احدا وانا وطالع بتلفن لي جميل خيي اللي كان مسافر قال لي باتد هدا جبران عم بيقولولي قلت له جميل ما معول انا حاكي معه من يومين وقال لي ما هجي وقال لي ما جاي كان عم غسام مش هون قال لي لأ يمكن جبران قلت له ما بعرف هلا تشوف انا وطالع وصلت على البيت لهون بيقول لي مرتين بيقول لي لأ جبران وحكيت مروان طليت مكمل بالسيارة لهون بوصل بيطلعوا الحرس ما كفي حدا نواتا هون كان في شادية عم تلبو صلاة الظهار بوصل الحرس ما معهم الخبر عم بقلنون وقف قاعد بالبكة يعني وقاعد بالأرض بتيجي إما لأسيهام كمان شو تسمعها؟ سوزي كمان بتشوفني تقلي شو بيك ماشي قلت له جبران و بتطلع شادية منهم مهم و اناوين كانت نهار صعب كتير و وقت يعني اجا عم غسام رحنا جبناء كان كتير كتير مداية و و عدنا اول ليلة هون بعد الدفن كنت اناوية وراحت العالم كنت بقيت اناوية وامل غندور وفادي صارتش الساعة وحدي وانا بروح ماشي يعني وحدي وصلنا على الباب عم نودعون ووضعني هون عم قل له انا باي اللي وين راي رجع عدت اناوية للتسعة الصبح نحكي عن عن جبران يعني عن كانت صعبة له كتير كتير اخده بالاول بالقوة بس بعدين وقت اللي دارتله اذا بدك ما دارتله الاول غسام يعني كانت علاقة غسان و جابي نحن نعيط له جابي جبران ما كانت كتير كتير حميمة لانه غسان كان يتطلب من جابي كتير اكتر من اي باي بيتطلب من ابن عادي يعني كان يقس عليه. اصلا حتى افكارهم ما كانت تشبه. مش متل بعض ابدا حتى الكاركتير ما بيشبهوا بعضهم اي طبعا كان مختلف. وكنا حكين انه انه بسبب بسبب الترجيدي بالعيلي يعني كانه من من نيلة بالاول بعدين وفاة مرض وفاة اخته ايه وبعدين امه نادية والكانسر اللي كان مع الاهتمام صار وبعدين يعني خلق اخوه مكرم الاهتمام كان بهالقصص اكتر من جبران. اليوم هيك نحضر مقابلاته خاصة هيك في مقابلة عاملة مع ريمان جيم وقتها منعرضت كتير ناخد مكتطفات منه لانه بيحكي عن قصص شخصية بيحكي عن السورة بيحكي عن الحب بيحكي عن الموت بيحكي عن الحياة. اليوم هيك شو في شي هيك من شخصية جبران تويني فيك تحكي عنه ومنحكي قبل مش عن جبران تويني الصحافي اللي كله ناس بتعرفه كان كومبتتف يعني كان يحب ال منافسة. منافسة. دايما يحب يكون الاول. وكانت بكل شي من احنا وصغر يعني دايما بايشي بس بلطافة مش بلأمني يعني كان يحاول يثابر ليكون الاول وبعت ادهاي دي يعني بعت ادهاي دي علاقته مع بيه. كل شي بدي يكون من الاول. كنا بعدنا شو عمرنا اربعة عشر تلتعشر. هون بالجبل نتعلم سوي ابكير لانه ما كان فيه سيارات. وسائلتها. لا ما فيه سيارات يعني بديكت بقى كل احد هالسبعة الصباح هو يسرق سيارة عمو غسان الجاكور الزرقة وانا اسرق سيارة خيه بمو كان جيبه جديد ونلتقى وين قدام مارسسين ونعمل سبق من مارسسين ما فيه كانت ما فيه حد عطلار. سبعة ستة الصبح عم نيجي بكير حتى ما يكونوا فيه ما حدا يشوفكم. ونروح على بعبدات نبرم ونرجع. مره مهم جايين وفيه محل انا سيبقه شويا يعني مجنون اولاد. بيوصل على كوع بمراحة غنعم هيك وبدو يقطع عني انا قلت ارتخيلك يا جبران. وبرمت فيه السيارة من وقتها قلت له ما بقى اتعطنا وياك بايشي اعمل حادث حادث. ما عامل حادث لا الحمد الله بس برمت فيه السيارة صار تبرم 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 انا اولاد انا اربطاش وخمسناشر سنة مش انه ايه كان عنده هالهالهالهكي دايما مندفع كان عنده نخوة مع اصحابه عنده نخوة كتير كتير كبيرة مع اصحابه يعني اللي محتاج بيكون حده كان فاروطي بالمصاري يعني ما بيبقى معه فرانج اللي فرانج اللي معه اذا بد يجي بيبقى عامل حساب اول شي شو بدي يشتري قادجت او سيارات او شي وكيف بدي يصرفوا بطاير ودغري كان محب ضليت مع عام غسان بعد وفاة الكل فترة طويلة صح وتقربنا اكتر مع انه يعني بقى بحس ب بحس بخسارة يعني انا بس اقعد امرار بتجي غني الازنبور كان يحب ازنبور وقاعد انا ما بسمع كتير ازنبور اوتوماتيك ما بتذكر البيت او نحنا قاعدين بالقوضة عنده نحنا وصغار او يعني يعني عمر يعني ترجع تفوت عالبيت تتذكر كل هالذكريات كل هالاشخاص اللي فلوا بتذكر كل شي تعمر فيه كيف كان وكيف مين اشتغل بتذكروا وقت اللي جوز امك وكانت حبلها باختك بعدين بعدين سفرنا كلنا بالكبروة بدأت شكرك لهالذكريات وكان عندي باول حلقة عملتها هون بالموسم التاني مع رفيق علي احمد كنا عم نحكي عن جبران خيال جبران يعني هو جبران خيال جبران ايلا رجع زكارة رفيق علي احمد قال انو التذكر نوع من انواع اللقاء يعني اليوم هيك حسنا نرجعنا التقينا بجبران طويني عبرك وعبر عبدو شخطورة وفادي نحاس وعلي احمده ونبيل بومونسف يعني بهاالذكريات وبهاالاخبار كأنو عم نرجع نلتقى فيه ونرجع هيك نتذكر وسوا بطريقة حلوة يعني قدر المستطاع الله يرحمه الله يرحمه ما بعرف قلو الله يرحمه لا بوصي قلو اهلا وسهلا فيك اكبر تحدي للنوت والخوف انو تقدر انت تحاور من خطفه الموت هم كيف؟ هايدي اهم شغلي ما فيك انت تتواجه مخاطر بالحياة وما فيك انت تكون صريح وتكون اللي انت اذا انت ما تخطيت هالعقد هايدي هايدي عقدة الخوف من الموت بتخطاهها ليس بان انت حار او ان واحد يروح لا بتخطاه بانو تعرف انو الموت منو شي حق الموت منو شي شاف كيف؟ وانو الموت وموت جسد بين الروح لو قتلو تمانيون مرة بضاك فيك تحاور الروح وهيدي اهم الشغلي اللي انا بعتبر انو قدرت بدون ندخل كيب الفلسفة قدرت انا تعلمتها من هالشي هاي من التجارب هايدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة